صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة معالي الأمير العام لجامع الدول العربية يسرني أن أتقدم بالشكر أولاً لمملكة البحرين قيادةً وشعباً على احتضانها قادة العرب على أرضها في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بعالمنا العربي والشكر موصول إلى مملكة العربية السعودية الشقيقة على كل الجهود التي بذلتها خلال ترأسها الدورة السابقة يأتي لبنان إلى قمات البحرين على متن بحر من الأزمات تلطمه أمواجها من كل جانب لكنه في الوقت نفسه وافق بأن بر العروبة هو الرصيف الوادع الذي يحميه من أخطار العواصف سأتحدث أمامكم عن سلاسة مواضيع تشكل موضع قلقنا ومتباعتنا هذه الأيام أولاً إنما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على الحدود الجنوبية منذ أكثر من سبعة أشهر تزامناً مع ما يعانيه أهالي قطاع غزة من وجع أليم ليس سوى نتيجة طبيعية لتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة وفي ظل انتهاكات إسرائيلية المستمرة لسيادته الوطنية وخرقها المتمادي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 التي وصلت هذه الخرقات إلى حوالي 35 ألف خرق منذ صدوره في العام 2006 فلبنان منفك يبادر منذ اندلاع هذه الأحداث إلى إطلاق النداءات لوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار والهدوء محذراً من أن التمادي إسرائيل في ارتكاباتها سوف يساهم بتدحرج رقعة الأزبة وإشعال المنطقة لصمح الله من هذا المنطلق نجدد اليوم أمامكم التزام لبنان قرارات الشرعية الدولية ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البرية والبحرية والجوية والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 ضمن صلة متكاملة بضمنات دولية واضحة ومعلنة الملف الثاني الذي يشغل بالنا يتعلق بتزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان ما يشكل ضغطاً إضافياً على أوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة لوطننا لبنان الذي تحمل العبء الأكبر منهم يعول على ما تم تحقيقه من تطور في الموقف العربي الجامع مع عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية في قمة جدة العام الماضي آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بما يساعد على تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها وبلورت آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم حيث ينبغي التوقف عن استخدام هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والدول المضيفة والمانحة على حد سواء كما نؤكد استعداد لبنان الكامل للتعاون وخصوصاً مع دول الجوار العربية والأوروبية من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حد لها من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلدانهم التي أصبحت آمنة وتقديم المساعدات اللازمة والمجدية لهم في بلدهم وتأمين مقومات الحياة الأساسية لسكان القرى والبلدات المتضررة فهذه مشكلة تتراكم عندنا وهنا على وهن وهي معضلة جميعنا شركاء في حلها أما رأس الأزمات عندنا والذي يحتل الأولوية في الاهتمام وليس في الترتيب فهو شغور سدة الرئاسة الأولى وعدم توصل اللبنانيين حتى الآن إلى آلية اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد الانتظام إلى الحياة الدستورية وأن اللبنانيين يعولون جداً على الدور الفعال للأشقاء العرب ولسيما أعضاء اللجنة الخماسية من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق الذي يشكل الحوار مدخلاً لا بد منه لاستعادة الاستقرار وأطلاق ورشة التعافي والنهوض صاحب أصحاب الجلالة والسمو والفخامة أيها الحضور الكريم إن قضية فلسطين هي قضياتنا العربية الأولى ونكبتها ما زالت تعصف بعالمنا العربي وتهدد أمن واستقراره وازدهار في ظل الممارسات الإسرائيلية الوحشية وانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومشاريعها التوسعية والتهجرية ومن هنا علينا العمل معاً من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار وأدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزة وأطلاق مسار سياسي جدي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت العربية للعام 2002 وذلك في سبيل استقرار ثابت لشعوبنا وشعوب دولنا في الختام أن لبنان يعول على أخوانه العرب للعمل معه ودعمه ومساعدته على الخروج من أزمته ووضعه بإذن الله على سكة الإزدهار والنهوض الاقتصادي كل التمنيات لكم بالنجاح وشكراً لاستماعكم